أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقاه بما أن الوصول إلى مرتبة الرضا بالقضاء والقدر الإلهي متوقف على مجموعة من العوامل عاملان ذكرهم الله تبارك وتعالى في الآية السابقة الصبر والذكر فاصبر وسبح بحمد ربك هذه الآية تتكفل ببيان شرط آخر للوصول إلى مرتبة الرضا التي هذه المرتبة تؤدي بالإنسان إلى السعادة الدنيوية والأخروية كل إنسان يبحث عن السعادة يريد يعيش حياة سعيدة حياة مطمئنة حياة هادئة شنو شروط الوصول إلى هذه الحالة إلى هذه العيشة الصبر أولا الذكر ثانيا ثالثا عدم مد العين بما رزق الله الآخرين يعني لا تتمنى ما رزق الله الناس ولم يرزقك لا تخلي فكرك وذكرك أن فلان شنو عنده أنا ما عندي بعض الأفراد عندهم اتشحالة دائما عينة على الآخرين فلان عنده علم أنا ما عندي طبعا الرزق أعام من المال الزوجة الصالحة رزق الدار الواسعة رزق المال رزق الأولاد رزق الوجاهة في المجتمع الرزق الإيمان الإسلام التقوى الولاية كلها أرزاق مادية أو معنوية كلها بيد الله الله تبارك وتعالى خلق نظام العالم على التفاضل هذا التفاضل موجود حتى بين الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر الآية التفاضل موجود حتى بين الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام بين البشر أيضاً أكو تفاضل في كل الجهات إذا المقرر الحياة كلها تكون على نسق واحد هذا مو حياة إذا كلهم عندهم مستوى واحد من العلم والفهم والذكاء والفطنة والمال والدار والأولاد والزوجة الصالحة والعمل وما أشبه هذا والمو حياة أصلاً إذا كل الناس أغنياء إذا كل الناس يفهمون كل العلوم بعد الحياة مت تقدم أصلاً لذا الله تبارك وتعالى منح أحداً أكثر من الآخر كل واحد اعطاه فرد شيء واحد اعطاه وجاهه واحد اعطاه مال واحد اعطاه دار واحد اعطاه زوجة صالحة واحد اعطاه أولاد صالحي واحد أكثر واحد أقل كل واحد فرد شكه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا تتمنى الآخرين شنو عندهم أن تشوف أنت شنو عندك استثمر ما عندك لا تخلي عينك على الآخرين ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسأل الله من فضله هذه الطبيعة عند بعض الناس أن ينظر إلى مال للآخرين ولا ينظر إلى ماله ما له ما له الشيء اللي هو عنده ما يجيب عنه الشيء اللي الآخرين عندهم يجيب عنه ودائما يفكر بيهم هذه نعم زائلة ما يستحق واحد يقف عندها شنو واحد يعاين مال الآخرين اللي أيام معدودات وتنتهي وينتهي كل شيء يوميا يعطوه فرد مال فرد قدرة فرد جاة فرد مكانه فرد وجاهه في المجتمع وبعدين يأخذوه من عنده ليش واحد يحطم حياة نفسه بملاحظة وتتبع حياة الآخرين طبعا طلب الدنيا ما بإشكال هذه الآية وسائر الآيات الروايات مثل التنفي الإنسان يسعى للدنيا لا مال الدنيا مطلوب الله معبر عن مال الدنيا بالخير انترك خيراً الوصيته للوالدين تعبير عن مال الدنيا بالخير في مكان آخر الله تبارك وتعالى معبر عن مال الدنيا بالفضل وابتغوا من فضله ابتغوا من فضل الله تبارك وتعالى هذا مطلوب المال الحلال مطلوب واحد يسعى وراه جيد بل مرغوب مو بس حلال هذا العمل انتبحث عن الدنيا بالحدود المشروعة بل هذا مرغوب جيد الكاسبه حبيب الله المردوع عنه المذموم التعلق بالدنيا واحد كل فكرة وذكرة مال الدنيا هذا مذموم التعلق بالدنيا النظر إلى مال الآخرين هذا مذموم هذا مذموم يشوف الآخرين شنو عدهم هذا ممرغوب هذا يحطم حياة الإنسان لذا الله تبارك وتعالى يقول وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنَفْتَنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى لنخرج كمثال حتى نطبق على حياتنا واحد بالسجن مسجون الحاكم الظالم بحق أو بباطل حاكم العادل بحق الحاكم الظالم بظل سجن فرد واحد الآن هو في السجن لفترة طويلة أمامه أحد موقفين شون يسوي الموقف الأول يحطم حياته داخل السجن يبكي يلطم يفكر فلان حر الآن الآن أنا سنوات بعيد عن زوجتي عن أولادي دائما يفكر الليل النهار بالحرية ما يجي من عنده شيء مسجون خلف القضبان هذا النتيجة بهذا النوع من التفكير ما يفعله؟ يحطم نفسه السجان الحاكم الظالم سجنه هذا ظلم هذا تعدي هذا النوع من الإيذاء هذا مو بيدك الشي اللي بيدك شنوه؟ أنت استثمر هذا الوقت أنت في السجن ما عندك طريقة أخرى واحد بالبير واقع ما يصبر شنو يسوي؟ شنو يقدر يسوي؟ لازم يصبر يستثمر هذا الوقت وهو في السجن في الإيجابيات شنو الإيجابيات؟ يتمكن أن يذكر الله تبارك وتعالى فيبني آخرته بدل ما يفكر في الآخرين وهم أحرار بدل ما يسوي ليلة نهار ونهار الليل بالبكاء والنياحة والتفكير الأسود يفكر في عبادة الله وطاعة الله كان عندنا واحد من الإخوة المشايخ كان بالسجن فترة طويلة يقول سفي ليلة أو أكثر من ليلة صممت أن أصلي لله ألف ركعة اقتداءا بأمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام بس ما عنده فرشيل ليحسن فبطريقة معينة ليلة أو أكثر من ليلة في ليالي يقول شنة أصلي 500 ركعة هذا تزود هذا استثمار الوقت وأنت في الحدود الضيقة واحد آخر أيضا من الإخوة المشايخ كان في السجن هذا ختم القرآن عدة مرات بتأمل وختم كتاب نهج البلاغة أو كتاب مفاتيح الجنان مفاتيح الجنان كان عنده ختمه من أوله إلى آخره بتأمل وتدبؤ السيد الأخ حفظه الله حينما كان في السجن استغل فترة من الفترات لتأليف كتاب أو أكثر أحد كتبه اللي طبع اللي ألفه في السجن في السجن كانت مقالاته هذا كتاب قيم موجود واحد في السجن يفكر شنا أسوي ألف تقدر تألف ألف كتاب آخر أيضا ألف في السجن السيدة نرجس عليها السلام مدرسة الأجياء أضان كتابان اللي أنا أدري بي وقد طبعا طبعا هناك قلم ماكو ورق ماكو هذا فرد شي شاق واحد يقدر يكتب بطريقة معينة واحد آخر هذا طبعا مو حكر على العلماء أو على المؤلفين واحد آخر من أصدقائنا كان بالسجن من عامة الناس ليس من أهل العلم أيضا ألف كتاب وهو في السجن بعدين أنا أخذت الكتاب من عنده حوالي يمكن خمسمائة صفحة أو أقال شفت الكتاب شفت إنصافا كتاب حلو وجميل وبعدب راقي ويذكر تفاصيل ما جرى عليه والمباحثات والحوارات اللي أنا استغربت من عنده ومن أدبه ومن كتابته ومن دقته ومن تفاصيله سألته هل قذ ذاكرتك قوية؟ قال لا أنا بالسجن كتبته قلم ماكو وورق ماكو بيّن لي فالطريقة معينة كيف كتب هذا الكتاب وكيف هرب الكتاب من السجن القلم حصله بطريقة معينة الورق بطريقة معينة وخلال سنة مثلا كان يكتب يوميا هذا استثمار للوقت استثمار للرزق الذي أنت فيه الله قدر لك ذلك الآن ام تغتنم الفرصة الآن نأتي نحن في سجن الدنيا مو خلف القطبان الحديدية للحاكم الظالم نحن مسجونين واحد بالمرأة واحد بزوجة سيئة أو زوجا سيئة أو واحد بأولاد غير صالحين أو مرضى أو بفاقر كل واحد عنده فرد مشكلة واحد ما عنده بيت قاعد بالإيجاب واحد بيته صغير واحد ما عنده زوجة يمحث عن زوجه واحد عنده زوجة سيئة سيئة الأخلاق واحد عنده زوجة صالحة ولكن عنده أولاد غير صالحين أو عنده أولاد مرضى أو يعاني من فاقر أو يعاني من دين أو أي مشكلة من المشاكل التي أنت واقع بها استثمر نعم الله عليك لا تفكر في الجانب المظلم الجانب المظلم صال لا تشوفه فكر في نعم الله تبارك وتعالى على في شأن نزول هذه الآية هذه الآية نزلت للتسلي لتسلي رسول الله صلى الله عليه وآله نزل إلى إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل به ضيفا فاستسلف من يهودي دول الفقراء لماعتهم المعدمين دولا خليوا شوفوا هذه الرواية سيّد الكائنات رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل خلق الله الدنيا ماله قيمة أمام الله خلي أفضل خلق الله يكون الفقر فخري الفقر فخري رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن موجودين في بعض المناطق بعض الفقراء في العراق أو في سوريا أو في أبغانستان أو في اليمن الله يفرج عنهم خليوا شوفوا هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل به ضيفه أو ضيفهم فاستلف من يهودي بعث ياخذ دين من يهودي شوية حمطة شوية شعير حتى يسوي خبز يعطي له هذا الضيف لا يتخجن قدامه بتعبيري طبعا اليهودي يمآبا لا ما أنطق يا رسول الله يعني ما أنا أنطق فقال اليهودي والله يا محمد لا ثاغية ولا واغية أو راغية يعني أنت ما عندك أنا أنطق لا عندك نعجة لا عندك ناق فرد واحد يخليه فرد شي ضمان عنده بعير عنده نعجة أقدر بعدين أسترد منه كيلو حمطة يريد من عنده يمكن كيلو حمطة يمكن أكثر لا ضيف واحد مو أكثر مو شي يقول لا والله يا محمد لا ثاغية ولا راغية فعلى ما أسلفه ليش أنا أعطي دين بأي مناسبة فقال صلى الله عليه وآله حقيقة هذا مؤلم جدا رسول الله سيد الكائنات على كيلو حمطة لضيف واحد يضطر يستدين من يهودي وذاك هم يستنكف ما يعطي فقال صلى الله عليه وآله إني لأمين الله في سمائه وأرضه أنا أمين الله في سمائه وأرضه أنا محمد الأمين أنا المعروف بين الناس بالأمانة والله ولو اتمنتني على شيء لأديته إليك أعرف صاحبك مع ذلك رسول الله فبعث بدرقة له يعني ترس من جلد فرهنها عنده هذا مؤلم جدا فنزلت هذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله حينما نزلت هذه الآية استوى رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا بس كان شوية مثلا أفرضه متمدد أو مثلا تعبيري ما أخذ راح تهد شيء استوى جالسا هكذا عدى النفسه ثم قال من لم يتعزى بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات على الدنيا اللي ما يصبر لا يتصبر لا يسلي نفسه بعزاء الله بصبر الله تبارك وتعالى عند المصائب عند المشاكل عند المحن لا يستعين بالله تبارك وتعالى تقطعت نفسه حسرات على الدنيا ومن اتبع بصره ما في أيدي الناس جاري شنو عنده؟ ابن عمي شنو عنده؟ أختان وحدة الزوج واحد متمكن الثانية الزوج واحد متواضع ما عنده هاي يومية في سفا في راحة في بيت ما لذة وطاب في بيتها تلك في شدة ومحنة تعاين تعاين أختها تضرب على راس زوجها يومية بالكلام القارع ما عندك وما عندك شوف أختي وشوف زوجها يومية ملامة تتبع ما في أيدي الناس أو أخوان أو أبناء عام أو جيران هذا ما يخص واحد دون آخر الجميع كذلك واحد اللي يبحث عن ما في أيدي الناس ومن اتبع بصره ما في أيدي الناس طال همه دائما يعيش مهموم مغموم تتحطم نفسك أنت أختك عدها أنت ما عندك هاي مشكلة المشكلة الثانية تزيدين ما عندك هم على قلبك اقتصر بالمشكلة الأولى أو اقتصر بالمشكلة الأولى ما عندك ما عندك زوج ما حد خطبك لأنها دنيمة لأنها قضيحة لأنها كذا أو ما حد زوجة لأنه فقير لأنه ما عنده وظيفة هذا شنوه ليه النهار يفكر في هذه المشكلة يحطم نفسه أكثر المشكلة سواها مشكلتين ومن اتبع بصره ما في عيد الناس طال همه ولم يشفي غيظا ومن لم يعرف لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب قصره أو قصره عمله ودنى عذابه يقول الله كل شيء ما من طيني ربما معنا هذه العبارة هذا بأسفد أكل فريد شربه خلاص الله كل شيء ما من طيني دائما يفكر تفكير أسوأ تفكير مظلط هذا يحطم نفسه يحطم حياته الفارق بين المؤمن وغير المؤمن هو هذا المؤمن يرى أن كل شيء بيد الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملكة من تشاء وتنزع الملكة من من تشاء وتعزه من تشاء وتذله من تشاء بيدك الخير أنك على كل شيء قدير الإنسان الذي يفكر في مال الآخرين هذا يحقر نفسه ينبهر بالغير ولكن المؤمن يرى أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى فيستمد منه العون والمدى العلاج لهذه الحالة شنون؟ العلاج لا تنظر إلى من فوقك انظر إلى من دونه إذا واحد في السجن من طيل قرآن يقرأ خل ينظر إلى من هو في السجن ويعذبه وما ينطو قرآن مثلا هذا يهون عليه الآن إذا واحد عنده بيت بس صغير متأذي من البيت الصغير ولكن ملك خل ينظر إلى من هو دونه عنده بيت إيجار يطلع من بيت في بيت آخر أكو بعض الأفراد كل سنة يغيرون بيت ما عند صاحب البيت يطلع بره ماذا قد مؤذي هذا؟ اللي يعيش حياة الإيجار يفتهم عن الشنا انظر إلى من هو دونه يقول الإمام الباقر عليه السلام إياك أن تطمح نفسك إلى من فوقك لا تطمح نفسك إلى من فوقك فكفى بما قال الله عز وجل لنبيه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم لا تنظر إلى الآخرين ذاك عند أولاد أنا ما عندي أولاد خالي المشكلة هواية في العراق وما عند ذرية ما عند أولاد فيتأذى ملامة الناس حشي الناس لا تنظر إلى أولاد الآخرين لا تنظر إلى أموال الآخرين وقال تعالى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ خب شلو الحال شلو أسوي فإن دخلك من ذلك شيء فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله ذكى رسول الله شلو كان يعيش فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُهُ الشَّعِيرِ الشعير أردى أنواع الطعام ذاك الوقت كان الاغنياء ما يأكلون الشعير الفقراء يأكلون الشعير فبز الشعير يصير قوي خشم محنطة مبر ناعم طيب لذيذ فإنما كان قوته الشعير وحلواه التام الآن الأولاد يشترون أنواع مالذة وطب هذه العائلة فقيرة نانا بين الحرمين وفي شارع القبلة شفنا فرد عائلة يمشون الطفل قال بابا اشتري لي أو ماما اشتري لي من هذا الكيئ أنا ما كانت الأحل كانوا شافوا القضية فدخلت المرأة سألت لي اشقالوا مثلاً خمسمائة دينار فرد مبلغ زهيد جندا قالت له ما عندي طفل صغير يريد يشتري فرد حلوة وفرد شي ما عندي أشقد الأم تتأذى أشقد الطفل يتأذى تذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما كان قوته الشعير وحلواه التامر ووقوده السعف إذا وجده حتى وقوداً ما عنده السعف إذا وجده وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ مَدُّ الْعَيْنِ كأنه فرد مثلاً لتعبيري فرد خيط أكو بين العين شعاح وبين أشياء تنطبع في ذاكرة الإنسان الأشياء عند الآخرين مد بصره يعني طمح بصره إلى مال الآخرين هذا الشعاع إما من العين ينتقل إلى الشيء ثم يرجح أو من الشيء ينتقل إلى العين فيرى وَلَا تَمُدَّنَّ يعني لا تنظر نظر رغبة وميل وتتمنى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ يعني إلى ما أنعمنا أنعمنا الآخرين حتى يتمتعون يستلذون يعيشون حياتاً رغيدة إلى ما متعنا به هذا به يرجع إلى ما ما متعنا به بذلك الماء أزواجاً منهم يعني أصنافاً أشكالاً من الكفار أو من البشر أو الأزواج يعني الرجال أو النساء إلى ما متعنا به أزواجاً منهم يعني لا ترغب في الجاه والمال والبنين التي متع بها سائر الناس كفاراً وغير كفار فأنها أمور فانية زائلة لا ينبغي للعاقل أن يفكر فيها هذه زهرة الحياة الدنيا هذه زهرة الزهرة يعني شنو؟ الزهرة بمعنى الشيء الذي يروق للإنسان أن ينظر إلى أشياء بها زرق بها بارق بريق عنده بريق عنده يجلب النظر نور الكوكب الزاهرم يسموه الزاهر ليش؟ لأن عنده نور أو بمعنى الزينة الوردهم يسموها زهرة ليش يسموها زهرة؟ لأنها لها بريق لها جمال تجذب الإنسان ولكن أيام طلائل و ينتهي كل شيء تذبل خلاص زهرة الحياة الدنيا يعني ما متعنا به أصنافاً منهم أزواجاً منهم حالة كون ذلك زهرة الحياة الدنيا شو الغرض من ذلك؟ لنفتنهم فيه هاي فتنة هذا امتحان كثير من الناس يسقطون في الامتحان الله تبارك وتعالى أبعدك عن هذا الخطأ عن هذا الامتحان أشكر ربك هذا امتحان من الله عز وجل للذين أعطاهم وقد سقط فيه كثير مثل ذاك الفقير في زمن النبي موسى الذي ذكرنا قصته يمكن في الأعوام السابقة في قضية المفصلة طلب من الله تبارك وتعالى أن يغنيه فأغنى فسقط في الانتحان وخسر الدنيا والآخرة ورزق ربك خير وأبقى رزق الله تبارك وتعالى الذي وعدك به في الآخرة هذا خير وأبقى رزق الله تبارك وتعالى هذا أفضل من كل ما في الدنيا هذا خير وأبقى أكثر دواما أكثر وبقاءا أو رزق الله تبارك وتعالى الذي رزقك في الدنيا مو الشيء اللي في الآخرة الأرزاق التي هي في الدنيا هذه أكثر وبقاءا أدوى للإنسان ليش لأن بها بركة الرزق اللي الكافر يحصله أو الإنسان يحصله من حرام هذا مامي بركة وراء عقاب مثل الطعام المسموم اللي واحد يلتذ بأكله ولكن وراه آلام وأمراض وربما موت طعام مسموم واحد ليش يقترب إلى رزق الله الذي قدره لك من الحلال هذا خير لك وهذا أبقى لك يمحق الله الربا ويرب الصدقة ما بيد الآخرين من حرام هذا مو خير يقول أمير المؤمنين عليه السلام ما خير بخير بعده النار أفرض عنده كل شيء في الحياة الدنيا من الرشوة من الربا من الحرام من غصب الإرث التركة من أي طريقة حصلها ما خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية ورزق ربك خير وأبقى من جميع متعل لأن الدنيا فانية زائلة ورزق الله باقى دائم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من فضله الواسع رزقا حلالا طيبا وصل الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة